السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي جريد سيكس النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض Information and Communication Technology مادة الاي سي تي المرة اللي خاتت أخذنا لسن دو وثري النهاردة إن شاء الله هنأخذ مع بعض لسن فور وفايف بالنسبة لسن فور نتكلم على الكممينيكي تينج ويز ايديكاشنال سيرفيس ازاي طريقة التواصل مع مقدمي الخدمات التعليمية online تعال كده نشوف مع بعض By the end of the lesson You will be able to ستكون قادرا على Explain what educational service provider are إنك إنت تقدر توضح إي هي أو إي هو مقدمي الخدمات التعليمية وي number two Discuss how to properly communicate with educational service provider إذن نتناقش مع بعض في طريقة التواصل مع مقدمي الخدمات التعليمية number three Communicate with an educational service provider التواصل مع مقدمي الخدمات التعليمية وتعالوا نبدأ مع بعض ونشوف Educational Service Provider بنختصرها ل-ASP بناخد E من Educational وأسم Service و-Provider بناخد B يبقى اسمها ال-ASP يعني لما نقول ال-ASP يبقى احنا بنرمز ل-Educational Service Provider و-Educational Service Provider أو ال-ASP عندنا لها نوعين من مقدمي الخدمات Profit و-Non-Profit وطبعا عارفين Profit يعني بتبقى مؤسسة ربحية و-Non-Profit يعني مؤسسة غير ربحية تعالوا كده نشوف مع بعض ال-ASP Provider Educational Support يعني مقدمي الخدمات التعليمية ال-ASP are sources of information يعني هي بتكون مصادر للمعلومات which a student can potentially learn from اللي بيقدر الطالب أنه هو يتعلم منها و-ASP may include يعني ال-ASP ربما تحتوي على ال-Online Library المكتبات الرقمية اللي بنقدر ندخل عليها Online أو من خلال ال-Internet و-Educational Publishing Site و-Mواقع النشر التعليمي and Online Museum و-المتاحف الرقمية اللي بنشوفها على ال-Internet و-كان من أشهر مقدمي الخدمات التعليمية عندنا هنا في بلدنا Alexandria Library and Egyptian Knowledge Bank يبقى ال-AKB وال-Egyptian Knowledge Bank و-Alexandria Library are too well-known ASP يعني هم من أشهر مقدمي الخدمات التعليمية You can contact ال-ASP تقدر تتواصل مع ال-ASP علشان تسألهم وتطلب خدمتهم ومساعدتهم to help you with research or other educational need يعني ممكن تطلب منهم المساعدة في أن أنت تعمل أبحاث أو أن أنت تطلب أي مساعدات تعليمية أخرى من يجي نعمل communication مع ال-ASP communicate with some ASP عندنا أول حاجة طريقة أننا أعمل sending an email request يعني أبعث الطلب بتاعي من خلال email ال-organization اللي أنا هتواصل معها أو مقدمي الخدمة التعليمية عن طريق أن أنا أرسل email ولو كنت برسل email لازم تراعي الآتي it is important to be formal يعني من مهم جدا أنك إنت لما تتواصل مع مقدمي الخدمات التعليمية أن أنت تبقى formal أو أن أنت تبقى رسمي وكلامك formal ويتسم ب أنك أنت تكون formal في كل كلامك when writing to an ASP عندي نوع الطريقة التانية أن أنا أتواصل مع ال-ASP using chat windows أو أن أنا أستخدم ال-chat windows يعني أن أنا أرسل أعمل chatting مع ال-ASP if they are included on their website يعني لو لقيت في ال-website بتاع ال-ASP آيكونة اللي هي رسلنا أو message us أو علامة المسنجر هذا معنى أنك أنت تقدر أن أنت تتواصل معهم و here you are you can be a bit less formal يعني ممكن تكون أقل رسمية من أنك أنت تتعامل معهم عن طريق الإيميل يبقى عندك طريقتين طريقة أن أنت ترسل إيميل وطريقة أن أنت تشات عن طريق ال-chat window الخاصة بال-site وفي الحالة دي بتكون less formal than إيميل لما تكون بتتواصل مع ال-ASP عن طريق ال-chat window if they are included on their website here you can be less formal خلي بالك however you must still be يجب أن أنت تكون polite يعني يكون كلامك مؤدد and also be clear وتكون واضح in your request وتكون واضح في طلبك ال-chat window usually have a chat booth for response دايما المواقع دي في ال-chat بتاعها بتحتوي على chat booth اللي هي يعني ردو automatic يعني عندك robot هو اللي يرد automatic لسرعة الرد لحين يكون فيه شخص بتحاور معي يبقى عايزين نبقى فاهمين قوي إن ال-chat booth they are not human يعني هما مش إنسان زينا كده لأ ال-chat booth عبارة عن electronic artificial intelligence computer program designed to respond to question online بخليك فاكر إن ال-chat booth are not real people يعني هما مش أشخاص حقيقين they are artificial intelligent اللي هي l-a-i منستخدم l-a-i فإننا يكون مصمم برنامج برد automatic عشان respond لأي question لأي طلب أو لأي سؤال ويقول لك مثلا تواصل معنا ويحط أرقام التليفونات أو يحط مثلا اختيارات تختار منها اللي انت بتسأل عليه بالضبط تحديدا وهل عايز تتواصل مع شخص ولا لا ولا هو كافي يقدر إنه يخدمك تعال كده نشوف مع بعض for example look at this email from أحمد صلاح يعني ده email بعته واحد زميلك اسمه أحمد صلاح تمام وبيراسل بشركة أو ASP organization اللي هي مقدمي الخدمات التعليمية طبعا تكون موضح الsubject بتاعك يعني هنا هو بيسأل على راس محمد national reserve زي يعرف معلومات عن البيئة أو مكان راس محمد وطبعا يبقى في تحية greeting hello وبعدين personal introduction بيقدم معلومات شخصية عنه وبعدين إيه السبب فإن أنت your reason for writing ليه أنت في التواصل معهم وبعد كده closing message that include thanks يعني أنت بتشكره وتكتب وتكتم الإيميل بتاعك بإسمك ده إيميل formal رسمي مؤدب تمام و direct to your request يعني مباشر لطلبك ومحدد هدفك من الإيميل وبتعرف نفسك طيب لو كنت بتستخدم ال chatting ال chat window تعال نشوف كده مع بعض sometimes you may get an automatically generated reply غالبا إنت بتبقى بتبعط الإيميل ده بيجيلك رد automatically generated reply thanking you for your email بيشكرك على الإيميل بتاعك and letting you know when you will receive a reply وبيعرفك أن أنت هتستقبل الرد على طلبك في خلال قدية يعني هنا الرسالة الاطماتيكية اللي جات لك automatic just أن أنت عملت sending بيقول لك thank you for your email أشكرك على رسالتك you will get back to you within 24 hour يعني احنا هنبقى نرجع لك في غضون 24 ساعة أو في خلال 24 ساعة تعال كده مع بعض نتدي نختبر نفسنا بأسئلة توضح وتأكد على المعلومات المهمة في ترسنة question number one true the correct answer from A, B, C or D يعني اختار الإجابة الصحيحة من A و B و C و D organization include online library educational publishing site and online museum يعني المنظمات اللي بتحتوي على مكتبات و منشورات تعليمية و معلومات عن المتاحف online دي بنسميها ISP chat window with ASP يعني لما تعمل chat مع الASP ليجب ان انت تكون emoji يعني تستخدم emotions وال هي الرسوم اللي بتعبر عن emoji ولا jokes ان انت بتقول jokes بتقول نكت ولا clear subject line ولا personal introduction طبعا يجب ان انت تكون clear subject line ان انت يعني بتكتب ال subject بتاعت يكون واضح عشان يعرف انت محتاج ايه بالظبط يبقى اجابتنا به question number three the main purpose of ASP يعني الغرض الرئيسي من الASP is to help بتساعد في ايه still and buy product بيع وشوراء المنتجات entertainment تسلية health care رعاية صحية ولا educational طبعا احنا عارفين ان ASP افكارك educational service provider مقدمي الخدمات التعليمية يبقى الاجابة دي تمام طيب نشوف مع بعض question number two put right in front of the correct sentence and wrong in front of the wrong one وخطأ لجملة الخاطئة ASP include post profit and non profit يعني ASP فيها الاثنين فيها الموقع الخدمي اللي بيقدم خدمات ولكن مدفوعة الأجر وهو المواقع المجانية عندي مواقع مجانية ومواقع بأجر غير مجانية يبقى الإجابة write براف question two بيقول it is not necessary to be formal when writing to an ASP يعني ليس من الضروري أن تكون رسميا عندما تخاطب أو تكتب إلى الASP طبعا إحنا أكدنا علينا نبقى formal نبقى polite نبقى clear subject يعني نكون مباشرين في طلبنا يبقى لجابة خطأ question number three and Alexandria library are famous ASP يعني the AKP والAlexandria library يعني مكتبات سواء بنك المعرفة المصري أو مكتبت الإسكندرية هما من أشهر مقدمي الخدمات التعليمية طبعا الإجابة right question number four chatbot and chat window are real people يعني الشاتبوت اللي موجودة داخل نوافذ الشاتنج مع في المواقع دول أشخاص حقيقيين اللي احنا اتفقنا أن هما artificial intelligent program يبقى الإجابة خطأ بكده خلصنا أسئلاتنا لليسون two تعالي نشوف الشرح العملي للليسون ده علشان نعرف إزاي أنت ممكن تدخل على المواقع التعليمية أو مقدمي الخدمات التعليمية تعالي كده نشوف مع بعض أنت أنت هتفتح صفحة جوجل وهتكتب فيها كالقاتي بنك المعرفة المصري بيطلع بيطلع لك طبعا اللينك بتاع الموقع تدوس عليه بتدخل للموقع وطبعا بتعمل تسجيل دخول بتيجي تكتب البريد الإلكتروني الموحد ليك كطالب وكلمة المرور بتاعتك ويدوس على دخول ده لو كنت أنت عندك إيميل أو تنشئ واحد لو ما عندكش إيميل عن طريق الكود بتاع الطلب بتدخل طبعا الخطوة الأولى عندنا عندك هنا تعليم أساسي تعليم يعرفك طبعا لو أنت مش عارف إزاي تلوجين عندك فيديو بيشرح لك طريقة أن أنت تدخل إزاي على بنك المعرفة المصري مثلا لو أنا دلوقتي عايزة أدخل على مكتبة الأسكندرية ففي جوجل هكتب مكتبة الأسكندرية هيجيب لي اللينك بتاعها وادخل على الصفحة الرئيسية وزي ما أنت شايف هتلاقي فيها عندي تابس لكل الخدمات اللي بتقدمها وممكن أدخل على الأصول الرقمية أو مركز الأنشطة أو خدمات التعليم الإلكتروني وطبعا هنضغط على خدمات التعليم الإلكتروني ويبتدي يقول لي سجل الدخول أو ممكن تدخل بصفة ضيف لو أنت مستعجل ولي عندك نوعين من الخدمات للباحثين وغير الباحثين تقدر أن أنت تستفيد منه طيب أتمنى أن نعمل كده وندخل على مقدمي الخدمات التعليمية الإيكيبي وبنك المعرفة المصري ومكتبة الإسكندرية ونستفيد بكم البيانات المهول وموجود عندنا على المكتبات طيب نبدأ مع بعض lesson 5 ونتكلم على computational communication tools أو أدوات التواصل الرقمي و نبدأ ناخد الأهداف بتاعتنا يعني بنهاية الدرس ستكون قادرا على يطر هتكون عرفت إيه نمرة واحد explain the value of real-time communication توضح قيمة التواصل الحقيقي والتواصل في نفس الوقت discuss the tool available in a video conference تعال نبدأ نبدأ مع بعض ونقول إني other tool of cloud computing that you can use to communicate with everyone at the same time these can be done using digital tools such as video chat وكمان من خلال live television show عن طريق البرامج التلفزيونية المباشرة يعني اللي انت بتشوفها في نفس لحظة عملها وتسجيلها النوع التالت instant chat room اللي هي غرف الرسائل الآنية أو الحالية غرف الدرداشة يعني طيب من خلال بعد كده بيقول لي real-time communication often allow you to get your message across in a more engaging way يعني طريقة التواصل للمباشر الحقيقي واللي في نفس الوقت بيوفر لك ان انت تبعث رسالتك او ان رسالتك توصل بطريقة اكثر كاذبية تمام this is especially true when communicating via video conference ده بيكون حقيقي جدا وصح جدا الكلام ده لما يكون التواصل من خلال الفيديو conference او من خلال انت تعمل لقاء فيديو مع اصدقائك او مع الناس اللي انت عايز تقابلهم وتعمل معهم هذا الاجتماع طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه هم اشهر ادواتك اللي ممكن تستخدمهم وايه اشهر المنصات اللي ممكن تستخدمهم عشان تعمل الفيديو conference يعني اشهر مواقع الفيديو conference هم Microsoft Teams يعني طبعا Microsoft Teams ده هتلاقي عندك على منصة Microsoft من خلال Office 365 من خلال الaccount التيعك اللي انت عملته عن طريق الكود الطالب وممكن تدونلود البرنامج على جهازك عشان تقدر تستخدمه في عمل الفيديو conference زي ما احنا دلوقتي بنبس بنعمل بس للدروس بتاعتنا عن طريق برنامج Microsoft Teams رقم اتنين او النوع التاني عن طريق جوجل meet وجوجل meet طبعا عن طريق ان انت يكون لك حساب على جوجل وتقدر تدخل تعمل من خلال منصة جوجل تعمل video conference وخلي بالك while there may be some variety in turn بالرغم من وجود بعض الاختلافات الظاهرة في الادوات بتاعتنا من خلال Teams و جوجل ولكن platform run the basic tools are similar in both of them يعني الادوات الاساسية والرئيسية متشابهة ومتمثلة ما بينهم الاتنين ما بين Teams وما بين جوجل meet يعني يعني ناخد بلنا انت لو تعلمت واحد تقدر تستخدم التاني حسب الامكانية المتاحة عندك في اجهزتك خلي بالك let's look at how to use video conference software via the google meet platform تعال كده مع بعض نشوف ازاي تقدر تستخدم google meet عشان تعمل video conference مع بعض الزملاء زي ما انت شايف كده على الشاشة اللي قدامنا دول اربعة كل واحد من مكان وعملين google meet مع بعض وبيتكلموا في لحظة واحدة وكل واحد شايف التلاتة التانيين في نفس الوقت بيتكلم بيسمع بيكتب بيقول ايه تعبيراته ريأكشناته تمام لان طبعا احنا عارفين ان الرسالة المكتوبة ما بتبينش التفاعل الحقيقي وما بتبينش المقصود منها مية في المية زي ما يكون التواصل live وانت شايف اللي بيكلمك يا طرح بيتكلم ده بيتكلم كلام بيهزر ولا بيتكلم بجد تعال كده مع بعض نكمل let's look at how to use video conference to create a meet click on new meeting يبقى اول حاجة عشان نعمل الميت ده بنيجي نضغط من خلال الجوجل مت بنختار new meeting then click on the option that work for you بعد كده بتضغط على ال option المناسب لك من خلال the option to start meeting instantly يعني تعمل اجتماع في الحال حاليا or to create a meeting for later يعني تكريت الميت بعدين تستخدمه يعني في وقت لاحق once you have created your meeting لما بتعمل creating للميتن بتاعك يجب ان انت تعملي copy the meeting link تنسخ الميتن link that google provide اللي جوجل بيقدمه لك share it تقدر تعمله share with the meeting participant يعني يبتدي تشوف من اللي هيشتارك معك في هذا الميتن وتبعت لهم اللينك عشان يتضغطوا عليه وينضموا للميتن اللي انت بتعمل الناس اللي هتنضم للميتن دي people who will join the meet to join a meet we have two way to join google meet number one you can copy and paste the invite link into your browser هتروح بتعمل paste للlink اللي تبعت لك اللي هو الinvite link تمام في البروزر بتاعك وبتالي تدخل على الميتن الطريقة التانية ان الميت بيبقى لي كود يعني اما بتكاريت الشخص اللي عمل كرييتن للميت بيتدي له link وبيدي له كود فالشخص اللي هيدخل على هينضم للميتن ده ياما يضغط على الميت ياما يضغط الميت ويكتب الميت ده في البروزر او يجي في كود ويبتدي يكتب الكود بتاعه يعني انت دلوقتي مجرد ما ضغط على الجوجل ميت بيطلب منك حاجة من اثنين ياما تدي له link ياما تدي الكود بتاع الاجتماع once once are in the meet اول ما تدخل الميت بتتسائل عن حكتي you will be asked to approve the use of the microphone and the camera ان انت تتحقق من استخدام حكتي المايكروفون وال camera لو انت هتستمع فقط هتقفل المايكروفون وال camera طب لو عايز تشغل المايكروفون وتقول اي تعليق على الاجتماع او تخاطب زميلة يبقى ساعتها تclick on the microphone يبقى لما تضغط على المايكروفون كده المايكروفون تشتغل تقدر ان انت تتكلم ولما تخلص كلام تضغط عليه مرة تانية يتقفل يحصل له mute كذلك الكاميرا يبقى to turn either off or on click on the icon again يبقى الايكون وتشتغل on off تمام اضغط عليها on اتكلم او الناس تشوفني لو كنت ضغط على الكاميرا وتكلم وبعدين اضغط عليها تاني تتقفل طيب before communicating via a video conference قبل الضغط على الفيديو conference يجب عليك remember to check your connection تتأكد من اتصالك بالانترنت and software you may use ولو في اي glitch لو في اي error انت تعمل لهم fix عشان تقدر تنضم لل video conference طيب بالنسبة al video conference during video conference remember تذكر ايه بقى تخلي بالك من ايه unless you turn off camera لو انت ما قفلتش camera participant will be able to see you يعني المشاركين هشوفوك طب وإيه يعني ما يشوفوني لا لازم تخلي بالك من حاجة dress appropriately يعني ارتدي زي مناسب للاجتماع تمام عشان تفتح الكاميرا والناس تشوفك تبقى نابس زي مناسب ومستعد الناس تشوفك and be sure to smile وتأكد ان انت مبتسم and appear friendly وتظهر ان انت شخص ودود او friendly لان الناس شايفك ما تبقاش مكشر يعني تبتسم دالت حاجة check your microphone يعني اختبر المايكروفون بتاعك is on when you are speaking عندما تكن تتكلم تأكد ان المايكروفون بتاعك on and make it mute و وقفو لما تكون when you are not referred to your notes as necessary وتأكد ان هو بيسجل النوت بتاعتك وتأكد انت بتسجل النوت على الاجتماع ده نوت من زمين always look up and speak while looking at camera لو انت شغلت الكاميرا تأكد انت دايما باصص للكاميرا تمام و بتتكلم مع زميلك طيب لما الاجتماع مطلوب مني اعمل ايقاف الجهاز وخلاص ولا في حاجة تتعمل بعد الفيديو كونفرنس في حاجة مهمة نعملها بعد الفيديو كونفرنس send send an email to follow up after the meeting يعني تبعث email تمام للأشخاص ال participant اللي كانوا حضرين معاك include يحتوي على حاجتين summary of the meeting يعني ملخص للاجتماع تمام أو link to the recording of the meeting يعني لو كنت بتسجل الميت تبعث link التسجيل تمام if it was recorded لو كنت بتسجل عشان الناس تقدر تدخل على التسجيل حتى اللي ما كانوش حاضرين يستفيدوا من الميتنج لما يسمعوا ال recording بتاعهم يبقى عندك حاجتين تعملهم أو تعمل حاجة منهم انت تبعث email بال summary تبعث email بالملخص للفيديو كونفرنس أو تبعث link لل recording لل meeting اللي انتو عملتو تعالوا مع بعض نشوف ازاينا من google meet عملي عن طريق موقع google بنروح نضغط على علامة الكام الكاميرا الفيديو اللي هي meet واول ما ندخل عندي icon اسمها انشاء اجتماع أو جديد وعندي بيقول لي هتنشئ اجتماع الوقت لاحق ولا هتنشئ اجتماع حالا واول ما بتدوس امتهى السهولة جاب لك link هتشور عليه وتعمل copy لل link ده وده اللي بتبعثه لل participant أو للحاضرين يعني مجرد ما هنعمل ارسال هنبعث link وبتدي يدور على الناس اللي هنبعت لهم link الاجتمام بكده نكون خلصنا درسنا النهاردة lesson 5 تعالى مع بعض نحل اسئلة test yourself number one choose the correct answer from a b c or d يعني حل الاسئلة من انت تختار الاجابة الصحيحة من a وب c ودي question number one are from cloud computing tools that you can use to communicate with others at the same time نشوف كده الاختيارات video chat left version show instant message ولا بوس اي وبي ازاي تقدر تعمل الاجتماعات الادوات الادوات تقدر تستخدمها وبنقول الاجابة a و b طيب question number two video popular video conference platform using google تعال نختار لجابة السليمة bravo عليكو new meeting question number two put right in front of the correct sentence and wrong in front of the wrong one to speak to speak during video conference عشان تتكلم خلال video conference ensure your microphone is unmuted يعني تأكد ان المايكروفون بتاع مش muted تمام عشان تقدر تتكلم يبقى لجابة write تمام bravo عليكو question number two you can write report using google me تقدر تكتب تأرير باستخدام google me طبعا لا نستخدم الword لكن google me بنcreate meeting باستخدامه يبقى اجابة خطأ question number three google me allow you to create meeting instantly or for later يعني google me بيمكنك انك تcarry meeting حاليا في الوقت الحالي حالا يعني او later فيما بعد طبعا bravo عليكو الاجابة right طيب السؤال رقم 4 you can join meeting using link or entering a given code يعني تقدر تدخل للمeeting باستخدام ال link او ان انت تكتب الكود الخاص بالاجتماع والاجابة right بكده نكون خلصنا lesson 4 و 5 مشكركم كده واتمنى تكونوا استفدتوا من session بتاعت النهارده واتمنى لكم كل التوفيق والتفوق وابشكر جدا واشكر كل قائمين على هذا العمل اللي ساعدونا على عمل هذا البس التعليمي وإلى لقاء المرة القادمة ان شاء الله كنت معاكم ميس أمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر